أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصالحات أنهم أجرا حسبا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به إن علم ولا لآباهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا جذبا فلعلك باطع نفسك على آثارهم إلا بيؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا نجعلون ما عليها صحيلا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا رب آتنا من ذنك ربك وأيهمنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في التهدسين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي حسبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدنا من هدى وردقنا على قلوبهم إفطام فقالوا 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 ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد غلنا إلى انشططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلنا لولا يأتون عليهم بسلطانهم بيه فذل أظلم ممن اكترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأغووا إلى التهد يا شر لكم ربكم من رحمة ويهدر لكم من أمركم من فضاء وترى الشمس إذا طنعت تزارع عن كفهم ذات الأمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهدد وذي يغلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رفود وانطلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق دراعي وكلبهم باسق دراعي بالرصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رقبا وكذلك لعتناهم ليتساءدوا بينهم قال طائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بوريكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برسقهم وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ممتين ولا تفلعوا إلا أبدا وكذلك أعذرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غير فيها إن يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم ظنيانا فقالوا بنوا عليهم ظنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ونبوا على أمنهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خبزة سادسة كلبهم رجبا بالغايل ويقولون سباة وسابنهم كلبهم قل ربه أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا طريق فلا تباربهم فلا تباربهم إلا للغاية ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تكون من شيء إني فاعل وذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إلى نسيت وقل عسا وقل عسا أن يهدي لربه أقرب من هذا وشبا ولبثوا في كهبهم ثلاثمائة واسين وازدادوا تسا قل الله أعلم بما نبثوا له غير السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واثل ما هو فيه إليك من كتاب ربك لا مبدل الكلماتي ولن تجد من ذاله مرتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ليبيدون وجهه ولا تعد عينك عنهم ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا ولا تضع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فما شاءة يؤمن وما شاءة ينكم إما أعتدنا لقصانه من نارا نارا نحاط بهم سراجتها وإن يستغفوا يغافوا بماء إنك المهم يشوي الوجود وإن يستغفوا يغافوا بماء إنك المهم يشوي الوجود بئس الشراب وساءت مرتفطا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إننا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات أولئك لهم جنات عملية تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسار ومن أذان ويلبسون ثيابا خطرا من سودس وإستبراط متكئين فيها على الأرائك مما السواه وحسنك مرتفطا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنابا وحففناهما بمخبير وجعلنا بينهما سرعا كنت الجنتين آتت أكلها ولم تظن منه شيئا وفجرنا خلالهما لهرا وكان له زمر فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن أبتلين هذه أبدا وما أظن الساعة قرائما ولدي رددت إلى ربي لأجدن صيرا منها وقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت أكفرت بالذي خلقت من جراب ثم من نطفت ثم سواك رجلا لكن من هو الله ربي ولا أشعرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قلبي كمالا وولدا فعسى ربي أن يبتيني خيرا منها جنتك ويرسل عليها خسبانا من السماء ويرسل عليها خسبانا من السماء فتصبح صريدا زرقا أو يصبح مانه غورا فلن تستطيع له طلبا وأهيط بثمره فأصبح يطلب كفه على ماء أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليت لي لك وشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة وينصر له من ذون الله وذا كان منتصرا هنالك الولاية لله الحمق هو خيره ثوالا وخير عقبا واضرب لهم مثلا حياة الدمية كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذبو مريا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة حياة الدنيا المال والبنون زينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير أمنا ويوم نسيروا الربان وترى الأرض بألزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جدتمونا لقد جدتمونا كما خلب ذاكم أول مرة فأزعمتم أن لن نجعل لكم نورنا ووضع الكتاب فترى الوجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلة آمان آذر الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصانا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ طلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لله بني سكان من الجن ففسق عن أبر ربي أفتت خلولا وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو برسل الظالمين بدنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنك ستهم وذا كنتم اتخذا المطر من عبدا ويوم يقولنا المشركاء الذين زعنتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم موبطا وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواطرون ولم يجدوا عنها صفا ولقد صرفنا في هذا الترآن من ناس كل مثال وكان الإنسان أكثر شيء رجدنا وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءه الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب فضلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادر الذين كفروا بالباقل ليدحضوا به الحق اتخذوا آياته وما أنذروا هزوا وذن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسيرا قدمت يداك إنا جعلنا على ملوبهم أجمة أن يخفروا وفي آذانهم وفرا وإن تغعبهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وردك الغفور ذو الرحمة لو يغافهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب أن لهم موعد من يجدوا منها دونه موعدا وترك القرى أهلكناهم لما ظلوا وجعلنا من أهلكهم موعدا وإن طال موسى لفتاه لا أذره حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أرضي حقها فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا يا ذا نصبا قال أرأيت إن أوينا من الصفرة فإني نسيت الحمود وما سنئ إلا الشيطان أن نذكر وابتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نالغ فارتد على أثارهما قصصا فوجد عددا من عبادنا وما آتيناه رحمة من عبادنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى ألأت لعك على أن تعلمه من ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحطني فرا قال ستجنني إن شاء الله وصابرا ولا أعسي لك أبرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء فلا تسألني عن شيء حتى أهدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى هائل ركدا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أمها لقد جئت شيئا من نورا قال فلن أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهضني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا ظلاما فقتلك قال أقلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد لنقت من لدني عذرا فانطلقا حتى هائل أتيا أن قرية استطع من أهلها فأدوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقطف أقاما قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتهوين ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت بمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان مرارا ملك يأخذ كل سفينة مصفا وأما الغلام فكان أدواه مؤمنين فضشينا أن يرهب الرما طبيانا وكفرا فأردنا أن يبهدهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتهمين في المدينة وكان تحت أموك أنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستفجاك آثهما رحمة من ربك وما فعلته عن أبني ذلك تحويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل ساكن عليكم من وذكرا إنا مكننا له في الأرض وآتناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ ضرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها حوما قلنا يا للقرنين إما أن تعذب وإما تتخذ وإما تتخذ لهم حسنا قال ألما من ظلم فسوف نعذبه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه وذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا أحسن قول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ ضرب الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين الستين حتى إذا بلغ بين الستين وجدها تونينا قوما قوما لا يكادون يبقون قولا قالوا يا لغنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجبا آتوني سبر الحديد حتى إذا سابين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرق عليهم تقرا فما استرعوا أن يظهروا وما استطاعونه نقبا قال هلا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصون فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعهلهم في غطاء عن ذكرين وكانوا لا يستطيعون سمعا أفخسبا منين كفروا أن يتخذوا عبادي أن يتخذوا عبادي يذوني عنيا إما أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعرهم الذين ضل سعرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صمعا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَارَاهِمْ فَحَرِغَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُطِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاسْلَامًا ذَلِكَ جَزَاهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَرُسْلِهُ زُوَانَ إِنَّ الَّذِينَ آبَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتٌ فِي الْدَوْسِ زُوَانَ إِنَّ الَّذِينَ آبَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتٌ فِي الْدَوْسِ زُوَانَ خَالِدِينَ فِيهَا لَأَيْلُهُونَ عَنْهَا فِعَلًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلْمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْنَا تَعْمَدَ كَلْمَاتُ رَبِّي وَلَعُجِئْنَا بِمِثْهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّ مَا أَنَبَشَرُ بِفْلُطٌ يُوحَى إِلَيْهِ يُوحَى إِلَيْهِ لَنَّ مَا إِلَيْهُ إِلَى الْوَاحِدِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لَقَاءَ رَبِّهِ فليعمل عملاً صالحاً فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لَقَاءَ رَبِّهِ فليعمل عملاً صالحاً فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً